مجز الأخبار من قناة المحور أهلا بكم التواصل والتنسيق مع الوزراء العرب للدفع نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزة كما يتضمن الاجتماع بحث سبل إنهاء الأزمة الإنسانية وضمان تدفق المساعدات إلى سكان القطاع بالقدر الكافي لإحتياجاتهم فضلا عن التباحث حول الجهود الدولية والإقليمية الرامية لإيجاد الأفق السياسي الجاد لإنهاء هذه الأزمة من جذورها ودعم تنفيذ حل الدولتين تفقد الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة أحد الأنشطة التدريبية التي تنفذها القوات البحرية بالاشتراك مع عدد من الإدارات التخصصية بالقوات المسلحة وذلك في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة تضمنت الأنشطة إجراءات توفير التأمين والوقاية للوحدات والقطع البحرية أثناء تنفيذ مهامها المختلفة والتي أظهرت مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من الكفاءة والاستعداد القتالي والقدرة على استخدام أحدث النظم والمعدات التخصصية داخل القوات المسلحة التقت دكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بنظيره الكيني لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وكينيا في مجال المياه جاء ذلك على هامش فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه والمنعقد في بالي بدولة إندونيسيا وأكد وزير الري أهمية مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط نظراً لدوره الهام في خدمة كينيا وكافة دول حوض النيل باعتباره ممراً يحقق التطوير المنشود في حركة التجارة بين دول حوض النيل والدول العالم من خلال البحر المتوسط إضافة إلى فتح آفاق للتكامل في كافة المجالات بين دول حوض النيل واستعرض وزير الري جهود مصر التي قامت بها خلال رئاستها لمجلس وزراء المياه الأفارقة حيث لعبت إفريقيا دوراً هاماً على المستوى العالمي خلال العديد من الفعاليات الدولية والتي قدمت خلالها القارة الإفريقية رؤية مشتركة تدعو لتحقيق الرخاء للجميع ومستقبل آمن ومزدهر للمياه صرحت دكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بأنه تم تشغيل مسافة خمسين كيلو متراً بمشروع الزواق طريق سوى مطروح الذي ينفذه الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي والذي يهدف لزيادة كفاءة الطريق وتخفيض الحوادث واستيعاب الزيادة في الحمولات والحركة المرورية وأشار وزير الإسكان إلى أن مشروع الزواج طريق سوى مطروح يعد أول مشروعات الطرق الخرسانية في المنطقة الشمالية الغربية لافتاً إلى أن المشروع يربط بين واحد سوى والطريق الدولي الساحلي ومن ثم إلى مناطق التنمية والخدمات الحالية بالساحل الشمالي الغربي إضافة إلى الموانئ البحرية الشمالية خاصة موانئ الدخيل والإسكندرية شرقاً وإلى ليبيا وشمال إفريقيا غرباً بما يسهم في تنشيط حركة التجارة يلتقي فريق MP نظيره سيراميكا كيلو باترا في السبعة مساء بستاد بيترو سبورت ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين بالدور الممتاز كما يلتقي فريق فارك ونظيره سموحة في السبعة مساء على استاد حرس الحدود ضمن منافسات نفس الجولة من البطولة ذاتها